السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم نقدم لكم حلوة بدون فرن سريعة تحضير واقتصادية أتمنى أنكم تجربوها وبنى الإعجاب ديلكم بالنسبة للمقادير ديلة حلوة اليوم كيفما كتشوفوا مقادير قليلة غدين تخرج لنا حلوة رائعة في المضاق سهلة بدون فرن توجد بسرعة ومضاق رائع وكذلك بكمية لبأس بها نحتاج لها الحلوة ربعة ديال الكوكاو أنا أخذيز الكوكاو مقشر تحنته بشوية زيت مالقة زيت وحمرته في الفران ربعة اللي غدين نطحنو سيكون غبرة ونحتاج معاه شكلات أبيض كيمية من شكلات الأبيض وكذلك ربعة من البيسكوي أي نوع ديال البيسكوي يمكن لكم تخدموا به أنا عندي هنا بسكوي مخلط يعني أي بسكوي تخدموا به ربعة وغدين نجمع بسكوي بالعسل اللي غدين ندفيه تروري يدفيه ولياناوني كيكون بارد كيف ما كتشوفو شيكون شوية عاقد هلين ندفيه باش يكون جاري باش يسهل باش من نستعمش كيمية كثيرة من اللاسل باش نطحن الكوكاو وكذلك سنطحنه حتى البيسكوي كما كتشوفو الكوكاو هاو وطحناه هل هذا الشكل وكذلك بسكوي هاو تولى غبرة تولى غبرة لعسل ندفيه وهو شكرا هل الأبيض نحن نخفيه وين بدهه بالكوكاو ولا وو بسم الله هل سوف نضيف شكرا هل سوف نضيف شكرا هل الأبيض الكيمية والكوكاو يجب أن يكون لدينا خليط متماسك يمكن أن نشكله منه حربول أنا هنا كنت أدوبت 20 مرسو ديال الشكلات هذه الجمالية كما ترون نضيفه في تلاجه يقبط راسه قليلا لكي يمكن أن نتحكم فيه أنا قدرت شرين قطع الشكلات و لا تستعملته كله لكي لا تروني كمية نضيفه في تلاجه ونضيفه قليلا ونضيفه البيسكوي مع لاسل بالنسبة للبيسكوي نضيفه للاسل نضيفه قليلا قليلا ونضيفه حسنا لكي لا تفعل الخليط ونستمرها أجل نقوم بربع قوام الخالط لكي يجب أن يكون الآخر الأجل أحضره اضع البسكويد من بعد مجمسه انتم لا تشاهده هذا القوام سوف نضعه بين جوج بلاستيكات او البسكويد يبقى لكم الاختيار سوف نتلقى بلد لك رقيق يعطيني واحد طبقة رقيق مهم انتم لا تتحكموا في طبقة البسكويد سوف نضع طبقة غليظة ومن الاحسن سوف نضع طبقة رقيقة لكي لا يكون حلاوات تكون نغطيها بشكل سوف نستمر نضع البسكويد سوف نضع رقيقة ثم نضع ثم نضع خلط بسكويد من العسل ثم نضع ثم نضع ثم نضع خلط خلط كما تشوفوا كي سهل أنني نتحكم فيه سوف نحاول نشكل منه حربول ونطلقوا ان شاء الله سوف نشكلوا حربولات كي يبقى الحجم السمك نضع معلوم نضع نضع بسكويد ثم نضع ونضع أفضل ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثم نضع سوف نضع بسكروبيد سوف نضع بسكروبيد نضع بسكروبيد بسكروبيد سوف نضع بسكروبيد نضع ثورة أخرى سوف نقطع القياس ونعود ونطلق عودة ثاني هذا نفس العملية سوف نعودها في نصف بسكويت الباقي سوف نقطع القياس ونطلق عودة ثاني هذا نضع شكلات أسود ونضع شيطة من فوق نضع الفاس نضع هذا الفاس نضع الفاس كمية من الشوكولات والأسل لما نزيدها الحلاوة كما تشاهدون سنجعلها تنشف ونعود ندير الأخرى ومن بعد ما نشفوها ندورهم ونعود ندهنهم ثانية ونطلقوا من بعد إن شاء الله ثم بعد ما ندرت الوجه ندرت العودة الثانية الشوكولات يمكنكم تديروا كثير من الطبقة تجعلها تنشف وتعودوا ثم نزيدوا الثانية الشوكولات المالفوق كي يبقى لكم نختران هذه نستعمل قبل ما تكرم طبيعات الحال كثير من الشوكولات قبل ما تكرم نديروا خطوط فقط يزين ثم 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 سوف نقوم بتقليل زيت تنشف عادة قد نقطعها ثم بردت الحلوة سوف نزينها شوية الشكلات سوف نضيف الشكلات الأبيض سوف نضيف إضافات اختيارية سوف نضيف خطوط سوف نضيف الشكلات الأبيض سوف نضيف خطوط إنه حلوة رائعة و يتم خطوط النادن يجب أن ينبع سوف نعود الشكلات يبرد قاعدة لكي نقطعها من بعد أن نقطعها نقطعها يجب أن يكون ماضية السمك تبقى عقيدة لا تريد أن ينسوا عقيدة يجب أن ينبع يقصون للظيفة لا تنسبة لما نقص يجب أن يكون لكي نضع سوف يكون قسمًا يجب أن تجربوها سوف نجح معكم وستجد أن تنال إعجاب سوف تقضع تشرف في الناجي اوش كريتاج تبرد جيدا كريتاج تبرد جيدا كي تشد راسها افوان ايه تجي مضاق رائع ومنظر اروع سنرهم في قوي غضاز ونطلقها ان شاء الله مع الطبق التقديم وهذا الشكل النهائي لحلوات اليوم كما ترى يعني ما فياشي مقادير بزاف وكتخرج تقريبا 34 حبة ويمكن كتر لانه ويمكن الى صغرتوا الحلوات تخرج لكم اكتر حتى 40 حبة ثم كما تشوفوا من الاحسن تحتفظوا بها في تلاجة بحكمة هاد الايام ده كي سخل الحد يرافوا بوطا سندوا عليها مزيان وحتفظوا بها تلاجة وبصحة والراحة ثم كما تشوفوا من الداخل كي تجي رائعة معلكة نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب دلكم إذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة دياني نتمنى انكم تابونه وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد وما تنسوش انكم سبرتجوا الفيديو ما الاحباب دلكم باش تعمل فائدة ترجمة نانسي قنقر